تعتبر الأحجار الكريمة من الأحجار النفسية التي تتواجد في باطن الأرض بعدة أنواع ويختلف كل حجر كريم عن الآخر في نسبة الشوائب التي يتكون منها العناصر المكونة ويعد الياقوت الأحمر أحد هذه الأحجار الكريمة ويتميز بأنه من أندر الأحجار وأجملها على وجه الأرض يعرف هذا الحجر منذ عصور القديمة وكان يرمز للحكمة والنقاء وكان الرومان والمصريون القدماء يصفونه بحجر العدالة ومن صفات هذا الحجر الكريم لونه الذي يتفاوت بين الأحمر والأحمر الفاتح يتواجد حجر الياقوت الأحمر بكثرة في مدغشتكر وأستراليا وأسيا وأفريقيا وسيرلانكا وغيرها من الدول الأخرى وتعد تايلندا من الدول المشهورة في تجارة الياقوت وأولها في تصنيغه وسقله وسنتعرف في هذا المقطع القصير على فوائد الياقوت الأحمر النفسية والصحية يساعد على تهديئة النفس ويمنح الشعور بالسعادة له تأثير إيجابي على الجهاز العصبي حيث يفيد على علاج الأمراض المختلفة مثل التبلد الذهني والخوف الاجتماعي بالإضافة إلى قدرته في معالجة مرض الوسواس القهري يمنح الشخص الذي يرتديه إطالة حسنة وبهية ويساهم في نفت الانتباه يفيد المرضى الذين يعانون من الرهاب الاجتماعي ويعالج الأمراض العصبية مثل الهستيريا والجنون يعزز الثقة بالنفس ويعالج الأشخاص الذين يعانون من شخصية ضعيفة أو مهزوزة يغذي النفس ويمنحها الإحساس والإخلاص والوفاء والصدق علاج الأشخاص الذين يعانون من الخجل الزائد يعالج مشكلة خمول الجسم وكسله يساهم في القضاء على الأحزان والهموم والعديد من الأمراض النفسية يحسن من النفسية ويمنح صاحبه الشعور بالقبول من الآخرين يزيد من نسبة ذكاء الشخص بعد على علاج الدم من المشاكل الصحية الذي يتعرض لها كمريض فقر الدم والنزيف يعالج مشكلة تخثر الدم يساهم في علاج الكبد من الأمراض والمشاكل الصحية الذي قد يتعرض لها مثل التشمع والالتهاب يعالج مرض الربو يساهم في علاج أمراض المثانة وزيادة إفراض العصائر الصفراوية في الكبد يعالج مرض الرومانتيزم وأوجاع المفاصل يحافظ على صحة القلب ويساهم في تنشيطه وتعزيز عمله يعالج المعدة من القرحة ومن الحموضة من فوائده الصحية الأخرى حماية أنسجة الجسم وخلايا من الإصابة بالضمور يعمل على معالجة الفم من الجفاف يعالج مرض النقرس يساهم في علاج مرض الحمى يخلص جسم الإنسان من السموم والفضلات ويعمل على تنظيفه يعالج الشعر من التساقط يخفف من أوجاع الظهر ويساعد على علاجه ترجمة نانسي قنقر